يقبع أحد الحرفيين الأردنيين على صناعة وتزيين الخراجر والسيوف العربية وتستغرق عملية صنع الخنجر الواحد يوما كاملا ويمر بعدة مراحل منذ تجميع المواد الخام حتى تزيينها وبيعها زخارف السيف والخنجر فنون تعانق التاريخ فللسيف مكانة كبيرة عند العرب منذ قديم الأزل إذ عد بمثابة وسام شرف لحامره وأفضل هدية تقدم للحكام والأمراء وكبار القوم فن تزيين الخناجر والسيوف لا يزال يتوارث من جيل إلى جيل في الأردن يسعى ذلك الشاب لتحديث تلك الحرفة التي تعلمها من أجداده وذلك من خلال ورشة صغيرة يصنع فيها خناجر وسيوفا يدوية ويقوم بتزيينها بصورة فريدة الشبرية هي عبارة عن سلاح بدوي وكان يستخدم في البادية طبعا من قديم الزمان ألا إحنا عائلتنا بدأت في صناعته من تقريبا 170 سنة طبعا مهنة متوارثة أبا عن جد مهنة يدوية بحتة صناعة الخنجر تستغرق عادة يوما كامل وتمر بعدة مراحل ففي البداية يثبت النصل بمقبض خشبي ثم يخلف الخنجر كله بمعدن ثم يجرى سقله وتلميعه وأخيرا يزين المقبض وللخناجر أشكال وأسماء كثيرة من أشهرها الخنجر السعيدي والعماني ولكل نوع من هذه الخناجر مميزاته المنفردة وخطوطه الخاصة به ولتظهر أكثرها في المقبض أو القرن هو أعلى جزء من الخنجر ويمتاز بعضها عن البعض بالحجم والشكل والزخارف والنقوش أما صناعة السيوف فقد انتشرت بعد الفتح الإسلامي في جميع البلدان العربية وخصوصا في العراق وسوريا والتي نالت تلك الصناعة فيها شهرة وامتيازا فريدين تحديدا خلال القرن العاشر الميلادي وكانت السيوف حينها مستقيمة النصل ومسنونة إما من طرف واحد أو اثنين واستخدم هذا النوع من السيوف طوال قرون عدة وأما سيف المبارزة الذي كان المفضل لدى الفرسان المحاربين فكان السيف المعقوف وفي العهدين الأموي والعباسي كان شكل السيف الأكثر شيوعا هو المستقيم المسنون من الطرفين ترجمة نانسي قنقر